نروح للخبر اللي بعد كده وهي كرة السلة سيدات ما شاء الله حتى الآن ماشيين كويس جد دوري مرتبط السيدات سابق الرجال بخطوة لأن الرجال راحوا بطول عربية ولكن السيدات ما راحوش بطول عربية فهم سابقين بالنسبة كبيرة للفريق الكبير يعني الفريق الكبير بلعب الدور جميعا على الرجال التانية فريق السيدات رايح دور التمانية فريق السيدات استطاعنا يفوس في دور الستاشر على السيد رايح جاي وبناء عليه طلع لدور التمانية الفريق طبعا بقيادة الكابتن طريخ خيري ومنتظرين يشوفوا مين اللي كذبان من مباراة مواجهة مصر التأمين والزهور طبعا بالتوفيق لفرقتنا أكيد بقى أنا أتوقع أنه ممكن تكون مصر التأمين بنسبة كبيرة اللي هتكون معنا طبعا محترمنا أكيد لنا زهور فرقة كويسة جدا وصل دور الستاشر أهو يعني فريق جيد ولكن بتهيأ لمصر التأمين اللي هتتأهل لدور التمانية يعني الجد هيبقى من دور الأربعة شوية إنما غالبا الفاينال هيكون يعني أهل سبورتنج كالعادة أو كلاكت رابع أو خامس سيزن المنافسة بالكون الأهل سبورتنج سبورتنج عامل فرقة كويسة جدا لكن نادي الأهلي في البداية جدت مع اللعيبة المنتهية لعيبة مصابة أو لعبات مصابات كانوا زي طبعا ثورية رجع تاني الملعب ناديين كانت مصابة آخر الموسم الفات في رجبتها رجعت الملعب تعقدنا مع محترف على مستوى عالي جبنا لصفقات جديدة هلا شعراوي رجعناها تاني نادي الأهلي ميرال أشرف وتصعيد اللعبات طبعا من القطاع الناشئات الفرقة شكلها حلو أتمنى إن شاء الله نمشي زي ما احنا ويكون التوفيق حلفنا تعرفين لما منافسة قريبة جدا محتاج توفيق محتاج توفيق الكرة بتفرق الهمسة السفارة محتاج توفيق بشكل كبير إن شاء الله نبارك لهذا الفريق استعادة الألقاب مرة أخرى لأنهما الحقيقة بازلوا موجود جامد هذا الموسم أو بداية الموسم في الإعداد مع كابتن طارق خير